على وقع هروب عدد كبير من أفراد داعش من سجون قوات السورية الديمقراطية بفعل الهجوم التركي على شمال السورية تعيش قرى إدلب في ترقب للتطورات ما الذي يحصل وما هو تعليق الأهالي على المخاطر التي قد تشهدها إدلب المشهد في إدلب يبدو معقدا قصف روسي وسوري مستمر على القرى واستداف للمرافق الحيوية والإنسانية حديث سياسي عن صفقة تدفع النظام وحلفائه لتقدم نحو إدلب وجود عدة فصائل مسلحة متشددة يعقد الصورة أكثر ويهدد سلامة المدنيين هناك إمكانية تسلل أفراد داعش إلى إدلب من جديد واردة في ضوء التطورات الأخيرة تجولنا في أدانا الذي كان أكبر معقل لداعش سابقا وسألنا المواطنين عن كل هذه الهواجس لا الشعب هنا بيحسن يعيش معها ولا بيحسن يتعايش مع أفكار المتشددة وهذا الشي يعني صعب عننا كتير وهذا الشي رح نضطر يعني مستحيل نحن نخليون يرجع لهون حتى لو ما نواجهون أو نحيربون هني وجميع كل شي بيدعوا أن هوني فصائل إرهابي لأنه نحن لهون مستحيل نحسن لا الشعب يعيش معهون ولا نحن نحسن نعيش معهون ظن مستحيل أنا رح يكون فيه مقاومة من كافة أطياف الفصائل والشعب أن الحكي غير مقبول والناس وعد والحكي ما بقى أحد يتقبله لكن هاي الأديولوجيات اللي دخلت على سوريا على رغم من عدم وجود الحاضنة في إدلب لفكر داعش لكن لم يستبعد الأهالي استغلال بعض الأطراف لتطورات في الشمال السوري وتسهيل نظام دخول هذه العناصر لتبرير حملته على إدلب نفرض جدلا أنه بديدخلوا على إدلب فبديكون الخطر كبير بديكون بدي حراسي الزاوي الجنوبي الشرقي لأنه ممكن يعني إذا بديدخلوا فبدا تكون خطة من الأسد لا يدخلون حلق المناطق اللي بحسن يتسلل عليها بيسلل عن طريق مناطق النظام بالفترة الأخيرة اللي صارت شرقي أبو ظهور دخلوا النظام حطونا بوجه السوار شكرا